أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام رئيس عبدالفتح السيسي بتطوير وحة تيرسيوى وتحقيق مطالب أهلها خاصة ما يتعلق بحل مشكلة مياه الصرف الزراعية مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتنفيذي مشروع الصرف الزراعي وفق التكلفات الرئاسية وستكون هناك مراحل تالية لاستكمال المشروع جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماع الحكومة اليوم بمقارها في العاصمة الإدارية الجديدة ووجه رئيس الوزراء وزير السياحة والأثار بأن يكون هناك اهتمام كبير بهذه المنطقة بالتزامن مع ما تشهده الوحة من مشروعات تنموية على أن يتم أعداد برامج سياحية جذابة تناسب الوافدين من دول العالم لتمتع بمختلف أنواع السياحة ومراعاة وضع محافزات لجذب مستثمر السياحة للوحة كما وجه رئيس الوزراء وزير الإسكان بضرورة العمل على تجديد شبكة المياه بالوحة وحل مشكلة مياه الشرب بوجه عام كما كلف بسرعة الانتهاء من أعمال ازدواج الطريق الممتد بين السيوى ومطروح